قال الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب إن قوات الجيش الوطني والمقاومة سيطرت على منطقة المزحلق القريبة من مدينة الراهدة وأضف أن قوات الجيش والمقاومة تواصل التقدم باتجاه مدينة الراهدة لتطهيرها من ميليشي الحوثي الإنقلابية وتمكن أبطال الوثاني حزم التابع للمنطقة العسكرية الرابعة من تطهير محيط جبل شيفان بالكامل والسيطرة على سلسلة المرتفعات المطلة على الخط الرابط بين الراهدة والشريجة بعد معارك عنيفة تكبد فيها الانقلابيون الحوثيين خسائر كبيرة في صفوفهم وكان أبطال الجيش والمقاومة قد حققوا تقدما كبيرا في جبهة الشريجة قتل فيها من قارب 30 عنصرا من ميليشي الحوثي الإيرانية ترجمة نانسي قنقر